موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصعد الله أوقاتكم مشاهدنا الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى مختراتنا من الصحف لهذا اليوم نبدأها من صحيفة كريستيان ساينس مونيتور التي نشرت مقالا تحت عنوان صراع السلطة في سوريا هل تتزايد حضوض المتمردين الأكثر اعتدالا؟ الحرب الداخلية التي تخضها الجماعات المتمردة بين بعضها البعض تشهد تزايدا ويمكن أن تحدد إلى أي مدى يمكن أن يرتفع نجم المقاتلين التابعين للقاعدة الأكثر تطرفا المتمردون من دولة الشام والعراق التابعون للقاعدة تراجعوا يوم الاثنين من بعض أهم معاقلهم بعد عدة أيام من القتال مع كل من الإسلاميين المعتدلين والجيش السوري الحر الذين يقاتلون للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد الدولة الإسلامية هي نفس المجموعة التي سيطرت على الفلوجة والرمادي في العراق وهي تقاتل الآن القوات العراقية للحفاظ على السيطرة على هذه المدن يقول أندرو تابلر الزميل في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى هذه الثورة ضد المتطرفين الإسلاميين أمر كان يفترض أن يحدث منذ فترة طويلة ويضيف خبر في الشأن السوري والإسلامي رفض الدولة الإسلامية وتكتيكاتها المتطرفة أمر واقع منذ زمن ولكن كان علينا أن ننتظر ونرى فيما إذا كان المتمردون والمدنيون الذين يرفضونها سوف يضعون لها حدا التقارير الواردة عن عمليات الإعدام العلنية والاعتقالات العشوائية والانتهاكات الأخرى استمرت لفترة من الزمن في الرقة المدينة السورية الشمالية حيث أنشأت الدولة الإسلامية مقرها الرئيس يوم الاثنين شن مقاتلون من الجبهة الإسلامية الأكثر اعتدالا هجوما للسيطرة على معقل الدولة الإسلامية واستطاعت قوات الجبهة الإسلامية تحرير حوالي خمسين أسيرا كانوا في قبضة الدولة الإسلامية ولكن أي تقدم لصالح الجيش الحر في مواجهته مع متطرف الدولة الإسلامية كما يقول السيد تابلر سوف يشير إلى أي مدى يعتمد الجيش الحر الآن على التنسيق مع الإسلاميين المعتدلين في الجبهة الإسلامية يقول تابلر هل ستكون الولايات المتحدة قادرة على دعم الإسلاميين مباشرة؟ غالبا لا ولكن هل ستجد طريقة لدعم الجيش السوري الحر وفي نفس الوقت السماح للجبهة الإسلامية بالعمل معه؟ نعم أعتقد أن ذلك الأمر ممكن وبالانتقال إلى موقع زمان الوصل حيث كتبت رحاب التميمي مقالا تحت عنوان رأس الأفعى في إيران والعراق والذنب في الشام قالت فيه إن المعركة في أرض الرافدين وفي أرض الشام معركة واحدة فالعدو واحد ورأس الأفعى موجود في إيران والعراق والنظام النصيري هو ذنب لهذا الرأس وللتخلص من ذنب الأفعى لا بد من الانقضاض على رأسها لعل النصر في سوريا موقوف على الانتصار على الهالكي في العراق وكما هو معروف فالهالكي المجوسي في العراق هو السيف المصلط على رقاب أهل السنة على رقاب أهل السنة والنصر الأشرس للنظام السوري بعد نصر الله وإيران وبما أن الثوار يقعون بين فكي كماشا حزب الشيطان من جهة وإيران والهالكي من جهة أخرى ومن خلال تمرير السلاح وتجنيد المجرمين للقتال وتدريب المنذسين لتفتيت قوة المجاهدين وإشعال الفتنة بينهم فلعل فتح الجبهة العراقية بمثابة فتح لبوابة الانتصار مع على حزب الله واكتمال المنظمة الجهادية فكريا وعمليا من خلال فرز المخلصين فيها بالتمييز والتمحيص وتوحيد صفوفهم وسيتم بإذن الله محاصرة المنذسين مدعي الجهاد بتكاتف جميع المخلصين من المجاهدين الصادقين فالعدو واحد إيران والنصيريون فيكون بفتح هذه الجبهة إضعاف لقوة إيران التسليحية تجاه أهل سوريا حينما يتوزع السلاح على الجبهتين وتخفيف للضغط عن المقاتلين في سوريا بكسب الوقت لإعادة رص الصفوف وتوحيد الجهود ضد العدو المشترك وختمت الكاتبة فلعل الله أراد أمرا فيه خير كثير للأمة وهو إحكام القبضة على التآمر الشيعي الممتد من لبنان إلى العراق بتحطيم الرأس للتخلص من قبضة الذنب لأنه لا يمكن التخلص من ذنب الأفعى إلا بالانقضاض على رأسها وهذا ما برهنته الأحداث في سوريا والعراق أن المشروع الشيعي هو الأفعى السامة التي تقض مضاجعنا وتلتف حول رقابنا فلقد أثبتت الأحداث أن خطرهم أشد من خطر السهيونية والصليبية ثم إنه إن تم دحر الخطر الشيعي وتم استئصاله من المنطقة أصبح استئصال بقية القوارض أسهل ومن ثم الانتصار الأكبر بزحرير فلسطين ولا ندري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره مشاهدنا الكرام كتب صالح القلب مقالاً في صحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان مؤتمر جينيف 2 جريمة العصر إذا انعقد بالإملاءات الروسية قال فيه المفترض أن يبادر مؤتمر جينيف 2 هذا إن هو انعقد في موعده المحدد في الثاني والعشرين من الشهر الحالي وفوراً في تطبيق ما تم الاتفاق عليه في جينيف 1 مما يعني أنه لا ضرورة لأي مفاوضات بين ممثل نظام بشار الأسد وممثل المعارضة ولا بين الأمريكيين والروس ولا بين وفود الدول المشاركة ولعل ما يشير إلى حقيقة موقف نظام بشار الأسد المدعو من قبل روسيا وإيران ودول أخرى من بينها الصين الشعبية تجاه جينيف 2 أنا وزير الإعلام السوري عمران الزعبي أدلى أولاً من أمس يوم الثلاثاء بتصريح قال فيه بغض نظر عن جينيف 2 فإن سوريا ستقوم بإجراء حوار داخلي لقد بات واضحاً إلا بالنسبة لمن يتقصد النظر إلى هذه الأمور الخطيرة من زاوية عيناً حولاً أن بشار الأسد وبخاصة بعد اتفاقية التخلص من أسلحته الكيموية وبعد تراجع الأمريكيين وميوعة مواقف بعض الدول الأوروبية وأيضاً بعد الزعزعات المؤسفة التي ضربت صفوف المعارضة السورية لم يعد مكترثاً باتفاق جينيف 1 الآن في الذكر ولا بقرار مجلس الأمن الدولي الذي صوت عليه الروس والصينيون إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ثم ورغم تلميحات سابقة لنائب وزير الخارجية الروسي ميخايل بوغدانوف بإمكانية تخلي بلده عن بشار الأسد وعدم الإصرار على عدم خروجه من مستقبل سوريا فإن الواضح أن الروسيا من غير الممكن أن تفرط في هذا النظام إلا بعد ترسيخ نفسها كرقم الرئيس في المعادلة الدولية الحالية وإلا بعد ضمان ما تعد مصالح استراتيجية في هذا البلد من بينها الاتفاقات الغازية والنفطية الأخيرة ومن بينها أيضاً قواعدها العسكرية في منطقة طرطوس التي تعدها أهم قواعد لها في الشرق الأوسط وعلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط وختم القلاب بالقول إنه لا ضرورة إطلاقاً لهذا المؤتمر جينيف 2 إذا كان المقصود تحوي له إلى مهرجان دولي لترميم شرعية بشار الأسد بعد كل هذه المذابح والويلات التي ارتكبها وبعد كل هذا الدمار الذي ألحقه بسوريا وبعد تمزيق هذه المنطقة على أسس مذهبية وطائفية دنيئة وخسيسة إنه من حق المعارضة السورية رفض أن تكون شريكاً في مؤامرة دولية على بلدها وعلى الدول العربية كلها وعلى الشرق الأوسط بأسره تخودها روسيا وتشارك فيها إيران ويلعب فيها الأمريكيون والأوروبيون إنهم لم يغيروا مواقفهم في الأيام المتبقية لانعقاد هذا المؤتمر يلعبون دور شهود الزور على جريمة هذا العصر الجديدة أما صحيفة القدس العربي فقد كتبت مقالاً تحت عنوان النظام السوري يقصف بالبراميل والمعارضة تتصارع قالت فيه ما يزيد حسرة ومأساة السكان داخل الأراضي السورية الذين يتعرضون لقصفاً يومياً بالبراميل المتفجرة يزيد حسرتهم الأنباء التي يتلقونها عن الخلافات والانقسامات بصفوف الائتلاف الوطني السوري الذي من المفترض أن يكون ممثلهم الشرعية والوحيد فقد شهدت انتخابات الائتلاف الذي يعقد اجتماعاته في منتجع على البحر الأسود شهدت منافسة كبيرة جداً بين المرشحين تمكن أحمد الجربة من حسمها على حساب رياض حجاب واستحالة من الاستقطاب واتهامات بشراء الأصوات والخلافات تبدو على كافة المستويات بين إسلاميين وليبراليين بين من يؤيدون سياسة تسوية سياسية وآخرين يطالبون بتعزيز العمل العسكري وبين معارضنا قدماء قضى بعضهم سنوات طويلة في السجون ومعارضنا جدد كانوا حتى وقت قريب بصفوف النظام وللأسف يبدو أن عمق هذه الخلافات كان أكبر من جمع صفوف المعارضة على كلمة واحدة بمواجهة النظام وهو ما يعكس بعد الائتلاف عن نبض الشارع والواقع الذي يعيشه الشعب ويؤكد عدم وجود بدل متماسك للرئيس الأسد وهذا ما قد يفسر تلك الغرب بالمراهنة على المعارضة ويشعر الائتلاف بأن تصعيد القصف الجوي بالبرامل المتفجرة وعدم التجاوب مع مطالبه يراد منه أن يشارك في جنيف من موقع ضعيف ولذلك نجد هذا التردد باتخاذ القرار لكن الأهم من ذلك كله أنه إذا كان سيشارك في نهاية المطاف أن يكون لديه رؤية واضحة وهدف واضح ووفد تفاوضي متماسك ولا تختلف الصورة اليائسة لائتلاف المعارض عن صورة يائسة أخرى للنظام رأيناها في تصريحات وزير الإعلام عمران الزعبي الذي أعلن عن وجود قرار شعبي بترشيح الرئيس بشار الأسد وفوزه لفترة رئاسية أخرى ولم يبق لنا إلا أن يعلن لنا ما هي النتيجة هل ستبقى 99%؟ أم قد يتنازل هذا العام ويكتفي بالفوز فقط وهذا التصريح لا يعني أن النظام مرتاح لجينيف اثنين وإنما هو قلق أيضا من مساره ونتائجه مشاهدنا الكرام ننتقل إلى موقع تلفزيون دويتش فيلا عربي الألماني الذي نشر تقريرا بعنوان أسباب قرار المعارضة السورية محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام قال فيه محمد شعيب الناطق الرسمي لحركة حقنا من مدينة الرقة تحدث لدويتش فيلا عربية عن قصة غريبة وقعت في المدينة شعيب قال إن عناصر تابعة لتنظيم الدولة قامت بإعدام ثلاثة أشخاص بتهمة أنهم من شبيحة النظام ومن الطائفة العلوية والأغرب أن الإعدام تم في وضح النهار في الثاني من شهر أيار من العام الماضي في ساحة الساعة ويضيف شعيب أن الإعدام جاء بعد حالة الطلاق بين جبهة النصرى وتنظيم الدولة وأنه نفذ أمام أعين أهل الرقة صغارا وكبارا ولم يجرؤ أحد على إنزال الجثث ودفنها فقط شخص واحد اسمه محمد سعد يعمل ممرضا تجرأ بعد عدة ساعات من إعدامهم على إنزالهم ودفنهم وكشف شعيب أن الممرض سعد أغتيل في اليوم التالي مباشرة على يد مجهولين يرجح أنهم كانوا من مقاتل تنظيم الدولة المعارض ديابسرية المعتقل السابق في سجن صيدنا يا أفاد أن عدد الإسلاميين الذين أطلقهم النظام السوري خلال النصف الأول من العام 2011 بلغ قرابة تسعمائة سجين معظمهم كانوا على علاقة بالقتال في العراق بشكل أو بآخر سواء تنظيم دولة العراق الإسلامية في بلاد الرافدين أو من خلال تنظيم فتح الإسلام تنظيم الدولة دخل معركة مع جيش المجاهدين من جهة والجبهة الإسلامية من جهة أخرى بعد أن حاول السيطرة على مدينة الأتارب والفوج 46 أبو الوليد قياد يوم ميداني في جيش المجاهدين قال بأن هدف تشكيل جيش المجاهدين هو وضع حد لتدهور الأوضاع الأمنية في حلب وشرح أنه يجب تحرير مدينة حلب وباقي المناطق من تنظيم الدولة الذي اعتدى على الحرومات وقام بفتح معارك مع الجيش الحر بدلا من محاربة النظام أما بالانتقال إلى صحيفة ياني شفق فقد كتب الكاتب علي نور كتلو مقالا تحت عنوان كلما ندينا بالحرية يظهر من بيننا خائن قال فيه عندما يندمج صوت الأذان بصوت الإنسان على هذه الأرض وعندما يلف صوت التكبيرات حول القباب وعندما تقول الأمة كلمة الله يخرج من بيننا خائن يهاجمنا كلما يعيش الناس على هذه الأرض كإخوة وعندما يعانق الكردي التركي وعندما يتوحد صوت البشناق مع الأرمن وعندما لا يوجد فرق بين عربي وأعجمي ولا لمغربي على شامي وعندما توزع نعم الأرض بعدالة يخرج من بيننا خائن ويضع السم في العسل هدموا مدننا وحرقوها دمروا دمشق وحلل وبغداد والقاهرة والقدس والبصرة وقندهار وكابل تماما كما دمروا غرناطة وقرطبة وسمر قند وبخارة حتى الغزو المغولي قد يكون أكثر عدالة من مدمر حماه وحلم في الوقت الذي ظهر فيه بطل لإعمار مدننا ومسح على رؤوس أطفالنا وقبل أيديهم خرج من بيننا خائن وطعننا من الخلف كلما شعرت هذه الأمة بالسعادة وكلما أصبحت غنية وحرة وعندما ترسل أبناءها للأفراح وليس للموت عندما تنشر الأمة في شوارعها رائحة القرنفل بدلا من رائحة الدم وكلما زرعت الأرجوان في الحديقة يخرج من بيننا خائن يطلق النار على البيت والمزرعة كلما سجدت الأمة وكلما تنامى عدد القائلين الأمة الإسلام النبي وكلما ندى أحدهم بحرية الأمة وليس عبوذية البلاد المحاصرة بحدودها وعندما يؤاخي أحدهم بين البشرة السوداء في إفريقيا والبيضاء في آسيا ويوحد بين ذوي العيون الزرقاء والسمراء وكلما انطلق صوت يقول نحن واحد إخوة أمة واحدة يخرج من بيننا خائن يلف أعناقنا ويكتم صوتنا كلما اعترضنا على استعبادنا وكلما قلنا يوجد في معصميكم قيود وفي أقدامكم أغلال وكلما قلنا لا تنحني وقف منتصب القامة وكلما قلنا لما أنتم محزونون أنتم الأعلون لو أنكم تؤمنون وكلما رفعنا أيدينا عاليا للدعاء إلى الرحمن نشعر بصرخة تنطلق من أعماقنا تقول نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وشاهدين الكرام نشرت مجلة عين المدينة مقالا تحت عنوان مأزق إعلامي الثورة بات ما يتعرض له الإعلاميون من أعمال خطف واعتقال وتصفية على يد ملثمين معروفا على نطاق واسع فضلا عما يقع على غيرهم من الناشطين الإغاثيين أو الصحيين ولن نستهلك الكثير من الحبر لبيان دور هؤلاء في خدمة الثورة وما قاسه معظمهم من اعتقال لدى أجهزة أمن النظام فهذا بات مشتهرا لدى الجميع عند الحديث عن السيرة الذاتية والثورية لكل واحد منهم إثر اختطافه وتغييبه ولكن ما يستحق الوقوف عنده أمران يجب أن يعرفهما الخاطفون أولهما أن السياسة الاستفراد لن تجدي فالروح العامة لدى إعلامي الثورة جميعا هي التكاتف إذ جمعت بينهم التجارب المتشابهة ووحدتهم الدماء والجهود والعرق وثاني هذين الأمرين أن أول من سيدفع الثمن هم الخاطفون أنفسهم من سمعاتهم السياسية ومستقبل شعبيتهم وإذا كانت الثورات بما تحمله من اضطراب واسع في البلاد وأهلها فرصة للصعود السريع والانتشار الكبير اللافت فإنها أيضا قلابة سريعة التحول والتخلي والتنكر وسحب الثقة ممن كانت قد منحتهم إياها قبل أشهر قليلة وإذا لم نشأ أن ننظرت وإلى التجربة السورية وحدها فقد تراك ما عبر سنواتها التي قاربت الثلاث ما يكفي من تجارب صعود وهبوط للزعامات والهيئات والألوية والتجمعات المدنية والعسكرية بسرعات صاروخية ما يكفي لأن يعتبر من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد بهذا تنتهي جولتنا في حديث الصحافة لهذا اليوم شكرا لحسن متابعتكم لنا لقاء متجدد بعد غد إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة